موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي التلاميذ والتلميذات مرحبا بكم من جديد إلى هذا الأسبوع أسبوع الخامس والذي سوف نقوم من خلاله ونتبت تعلماتنا السابقة من الوحدة الخامسة إذن الأسئلة المتعلقة بالتثبيت والتقويم الصرف والتحويل هي كالآتي أنجز على دفتار ما يلي وصنف الأفعال الصحيحة التالية حسب نوعها علم أثار فتح حث لحق بدأ عد سأل سنصنفها إلى فعل صحيح سالم فعل صحيح مهموز فعل صحيح متعف سؤال الموالي أصنف الأفعال المعتلة التالية حسب نوعها وضع رأى وزع آوى وفر عاش قام وصى أتى مالا سنصنفها على الشكل التالي فعل معتل المثال فعل معتل أجوف فعل معتل ناقص فعل معتل لفيف مقرون فعل معتل نفيف مفروق نمر إلى السؤال الموالي أحول الجملة التالية إلى المثنى المذكر السائح يسأل حارس الغابة عن الممر المؤدي للبحيرة السائح يسأل حارس الغابة عن الممر المؤدي للبحيرة نمر الآن إلى الأسئلة المتعلقة بالتراكيب ننجزها على دفاترنا أيضا أضبط بالشكل التام الجملة التالية تالذين جملة الأولى جملة التالية الجملة التالية نمر إلى السؤال الموالي أدخل على الجملتين التاليتين لن أو لم وهناك أداة نصب وهناك أداة جزم الجملة الأولى يرجع محمد من المهجر ندخل عليها إما لن أو لم الجملة الموالية يتأخر قطار البراق عن موعده ندخل عليها لن أو لم السؤال الموالي أملأ كل فراغ في الجمل التالية بحرف نصب أو جزم حروف النصب أن لن إذن كي وحروف الجزم هي لام الأمر ولام النهية ولام التاليل تنم دون تغسل أسنانك جملة الأخرى تخرج متأخراً تدرك ساعة انطلاق القطاري نمر إلى الإعراب أعرب الجملة التالية لن أقطع الأغصانة نمر الآن إلى الأسئلة المتعلقة بالإملاء ننجزها أيضاً على دفاترنا السؤال الأول يقول أجعل كل اسم من الأسماء التالية خبراً لإسم إشارة مناسب إذن يلزمنا مبتدأ لدينا خبر يلزمنا مبتدأ مسافرات والخبر يتبع دائماً المبتدأ في جمع الأحوال في الإفراد والتذكير والتأنيت نمر إلى الجملة الأخرى مصرورون لن يلزمنا هنا مبتدأ وصرورون جاءت على شكل جمع مذكر واسعتان هنا متنى مؤنت السؤال الثاني أملأ الفراغ في الجمل التالية باسم موصول مناسب الأسماء الموصولة هي التي اللواتي إلى آخره نمت الشجرة غرستها جملة الأخرى هذا هو البيت ولدت فيه نصح الأستاذ التلميذين حاولا إتلاف الأغراس وصل العمال غرس الأشجار في حديقة الحي فرحة التلميذات فزن في المهرجاني الآن نمر إلى تطبيقات كتابية ونجزها على دفاترنا إليكم نص حملة توعية أراد عادل في حملة الناس بأهمية الغابة فانتقل رفقة بعض أصدقائه إلى الغابة المجاورة التي يقصدها السكان للنزهد وعند المدخل ونساء وقال مرحبا بكم فهذا الفضاء فضاءكم رجاء لا توقضوا نارا ولا تلطخوا مكانا جميعا من أجل حماية الغابة فهي للذين يقصدونها متنفس وللواتي تزرنها فسحة رد أحد الحاضرين صدقت إذن الأسئلة المتعلقة بأجيب هي كالتالي أين انتقل عادل ولماذا السؤال الثاني بماذا نصح عادل الرجال والنساء فقرة أنجز السؤال الأول أشكل الكلمات التي تحتها خط السؤال الثاني أستخرج من النص حروف النصب ثم حروف الجزم السؤال الثالث أستخرج من النص أسماء الإشارة ثم الأسماء الموصولة السؤال الرابع أحول الجملة التالية حسب ما هو مطلوب السؤال الخامس هذا التلميذ هو الذي نجح في الامتحاني إذن السؤال الرابع هناك خطأ مطبعي إذن هذا التلميذ هو الذي نجح في الامتحاني هذه هي الجملة التي سوف نقوم بتحويلها إذن لدينا المثنى المذكر المثنى المؤنت الجمع المذكر الجمع المؤنت إذن الجملة التي سنحولها هي هذا التلميذ هو الذي نجح في الامتحاني إذن وفقكم الله وسنلتقي بعد قليل للإجابة عن هذه الأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم أصدقاء التلاميذ والتلميذات عدنا من جديد إذن الآن سوف نقوم بتصحيح ما أنجزناه إذن طلب منا في السؤال الأول أصنف الأفعال الصحيحة التالية حسب نوعها فالأفعال السالمة الصحيحة هي علمة فتحة لحقة الأفعال الصحيحة المهموزة هي لدينا أثر وسأل وبدأ ثم الأفعال الصحيحة المضعفة حث عد سؤال الموالي أصنف الأفعال المعتلة التالية حسب نوعها إذن لذين الأفعال المعتلة من نوع المثال وضع وزع وفرع ثم أجوث عاش قام مال ثم الناقص أتى ثم اللفيف المقرون رأى آوى ثم اللفيف المفروق وصى إذن نمر إلى السؤال الموالي والذي طلب فيه منا أن نحول الجملة التالية إلى المثنى المذكر السائح يسأل حارس الغابة عن الممر المؤدي للبحيرة إذن هذه الصغة جاءت على صغة المفرد المذكر نحولها الآن إلى المثنى المذكر ونقول السائحان يسألان حارس الغابة عن الممر المؤدي للبحيرة نمر الآن إلى تصحيح المتعلق بمكوين تراكيب طلب منا أن ننجز على دفاترنا ما يلي أضبط بالشكل التام الجملة التالية تعرف غابات الأرز تظهورا تتغدى القردة على قشور الأشجار تضع العصفورة بيضها في عشها أدخل على الجملتين التاليتين لن أو لم لم يرجع محمد من المهجر لن يتأخر قطار البراقي عن موعده أملأ كل فراغ في الجمل التالية بحرف نصب أو جزم الجملة الأولى لا تنم دون أن تغسل أسنانك الجملة الثانية لا تخرج متأخرا لتدرك ساعة انطلاق القطار بالنسبة للإعراء الجملة هي لن أقطع الأغصانة لن فهي حرف نصب أقطع فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضامير مستثير تقديره أنا الأغصانة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره إذن بالنسبة للأجوبة المتعلقة بمكويل الإملاء فهي كانت على الشكل التالي بالنسبة لأنجز على دفتري السؤال الأول طلب منا أن نجعل كل اسم من الأسماء التالية خبرا لإسم إشارة مناسب وقلنا أن المبتدأ والخبر يعني يتبع بعضهما بعضا في التذكير والإفراد والتأنيت إذن نقول مثلا هؤلاء مسافرات هؤلاء الفتيات مسافرات ثم اسم إشارة والذي يحل محل المبتدأ أن هؤلاء مصرورون نقول هؤلاء التلاميد مصرورون هاتاني واسعتاني مثلا هاتاني الساحتاني واسعتاني إذن هنا فالمبتدأ هو اسم إشارة نمر إلى السؤال الثاني والذي طلب منا فيه أن نملأ الفراغ في الجمل التالية باسم الموصول المناسب وأسماء الموصولة قلنا الذي التي الذين اللواتي اللائي إلى آخره إذن بالنسبة للجملة الأولى نمت الشجرة التي غرستها الجملة الموالية هذا هو البيت الذي ولدت فيه الجملة الثالثة نصح الأستاذ التلميذين الذين حاولا إتلاف الأغراس الجملة الموالية وصل العمال الذين غرسوا الأشجار في حديقة الحي الجملة الأخيرة فرحة التلميذات اللواتي أو اللائي فزنة في المهرجان نمر الآن إلى التصحيح المتعلق بالتطبيقات كتابية إذن نقرأ جماعة النص حملة توعية أراد عادل أن يشارك في حملة كي يذكر الناس بأهمية الغابة فانتقل رفقة بعض أصدقائه إلى الغابة المجاورة التي يقصدها السكان للنزهة وعند المدخل دعا رجالا ونساء وقال مرحبا بكم فهذا الفضاء فضاؤكم رجاء لا توقضوا نارا ولا تلطخوا مكانا ولنتحد جميعا من أجل حماية الغابة فهي للذين يقصدونها متنفس وللواتي تزرنها فسحة رد أحد الحاضرين صدقت إن نحافظ على الغابة نغنم إذن نمر إلى الأسئلة المتعلقة بفقرة أجيب إذن أجيب سؤال أول أين انتقل عادل ولماذا الجواب انتقل عادل إلى غابة مجاورة ولماذا للمشاركة في حملة توعية سؤال الثاني بماذا نصح عادل الرجال والنساء نصح عادل الرجال والنساء بحماية الغابة والمحافظة عليها من النيران نمر إلى الفقرة المتعلقة بأنجيس السؤال الأول أشكل الكلمات التي تحتها خط في النص إذن الكلمات هي أن يشارك كي يذكر تعى رجالا ولنتحد إن نحافظ على الغابة نغنم نمر الآن إلى السؤال الثاني أستخرج من النص حروف النص وهي تظهر باللون الأخضر والموجودة في النص هي أن وكي ثم أيضا طلب منا استخراج حروف الجزم وهي لا ملجر لي ولا أنها وإن نمر الآن إلى السؤال الثالث والذي طلب منا فيه استخراج أسماء الإشارة من النص وهي الموجودة فقد وجد اسم إشارة واحد وهو هذا ثم طلب منا أيضا استخراج الأسماء الموصولة الموجودة في النص وهي التي الذين اللواتي نمر الآن إلى السؤال الرابع والذي طلب منا فيه تحويل الجملة التالية حسب ما هو مطلوب إذن الجملة قلنا هي هذا التلميذ هو الذي نجح في الامتحان إذن نحولها إلى المثنى المذكر نقول هذان التلميذان هما اللذان نجحا في الامتحان بالنسبة للمثنى المؤنت نقول هاتان التلميذتان هما اللذان نجحتا في الامتحان الجمع المذكر نقول هؤلاء التلاميذ هم الذين نجحوا في الامتحان نمر إلى الجملة الأخيرة يعني الذي طلب منا فيها الجمع المؤنت نقول هؤلاء التلميذات وهن اللواتي نجحنا في الامتحان إلى هنا أصدقاء التلميذ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا